اهلي جاهز اكتر من الزمالك جهزية الاهلي اكتر من الزمالك انا فرقت على مطش الاهلي فافريكيا لا جهزيته اللعيبة رجليها ما شاء الله يعني جهزين اكتر من نادي الزمالك بكتير فانت عشان تعود الجهزية بتاعت النادي الاهلي دي لازم تلاعب عهل صغيرة. ولاد صغيرين شباب تعتمد على الشباب اللي عندك وانت عندك قمشة كويسة ده بالنسبة النادي الزمالك نادي الأهلي مش محتاجين نتكلم عليك تيل نادي لها عنده فرقة كويسة قدر يعمل فرقة كويسة جدا فرقة هتقدر تاخد البطلات كلها اللي هي يعني أنا أقول لك من دلوقتي بنسبة 80% الأهلي بطر للدور السنة الجاي عنده فرقة كويسة جدا جدا وبعدين الأماكن اللي بتيجي بتبقى فعلا محتاجينها بيجي 1-2-3 في المكان يعني عطية الله ده لايب كويس نصف راكت على المطش لا لايب كويس هايل حيقدر يعوض علي معلول حيقدر يعوضه فانت بتكيب مكان 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 لما عبد المنعم ماشا ناس اللي موجودة بقى ربيع أو ياسر ناس دي ممكن يعني لعيب منتخب مصر أكيد حيقدروا يعوضوا المكان ده وهما معوضينه لغاية تلوقتي يعني معوضينه مش حاسس بالفرق إنه هو موجود أو مش موجود هاني ما شاء الله عليه لعيب كويس جدا وهو الأساسي باك راية منتخب مصر نص ملعب عندك ثلاث لعيبة ما شاء الله يعني ممكن إمام لعيب كورة جامد جدا بس إمام يتهالي الفترة الأخيرة دي هو إمام يعني حتة الشوء أخدخط أكتر من كورة يعني إمام في الزمالك كان قد كده مئة مر إنما دلوقتي بقيت بحس إنه هو التفاعل مع الجمهور بأكتر هو لازم يعرف إن الكورة دي عطاء طول ما انت بتدي إمام الناس هتشيلك في رأسها طيب